طالب الجهاز الفني الإسماعيلي لعب الفريق الأول لقرة القدم اليوم بالتركيز في الاستعداد الجاد لمواجهتهم المهمة مع نادي إمبي في الأسبوع التاسع للمسابقة المحلية والمحدد موعدة السابعة مساء السبت المقبل بإستاذ بيتروس بورت بالتجمع الخامس بالقائرة وعدم الانشغال بأي مشاكل محيطة بهم وكان أهاب جلال المدير الفني الإسماعيلي ومعاوني أشرفه على ميران اليوم الصباح والمساء بوجود كل من أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبد الله جمال لحراسة المرمة ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوء وياد العسقلاني وحمد النجاز وعصام صبحي وأحمد محسن وكريم عرفاط وعبد الله حسني ومحمد عمار ومحمد بيومي وعمد حمدي وصالح جمعة ومحمد حسن وعمر الساعي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع ومحمود الشبراوي وباسم مرسي وأحمد وجيه ومحمد وجد وحمد صلاح وحازم مرسي ومحمد خطاري وعبد الله حسني وعمر سعيد وبكر حمزة جمل وبشار أشرف ونادر فرج وعبد الله السعيد والغانية وأنور واستغرق الميران ستين دي اجتمل على الإحماء وفق العضلات وانتقل للنواحي الفنية والتكتكية وانتهى بتأسيم ظهر خلالها جميع اللاعبين بمستوى جيد وتقدر الإشارة إلى أن محمد فوز حارس الإسماعيلي لازال يخضع للعلاج المكسف تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى طبيب النادي وهناك صعوبة أن يلحق بلقاء أمبي المقبل بالمسابقة المحلية ويذكر أن أعضاء فريق الإسماعيلي لا حديث لهم سوى تأخر صرف مكافئة الفوز الأخيرة أمام البنك الأهلي التي حصلوا على وعد من على بوغريشا رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان تسلمها لهم غدا السلساء لحين تدبير المسؤولين بالنادي الإسماعيلي للمبلغ الخاص بها ترجمة نانسي قنقر